لك فاتمة في هذه النقطة الخارجية مباشرة من قصر المؤتمرات وتحديدا من المركز الإعلامي هذا المركز الذي خصص للانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول والثاني اليوم تعيش تونس على وقع الدور الثاني للانتخابات الرئاسية مترشحان فقط هما الذين سيكونوا أحدهم ساكن قرطاج الجديد إما قيس السعيد أو نبيل القروي هنا في المركز الإعلامي كانت منذ قليل ندوة صحفية حضرتها هيئة الانتخابات تحدث رئيس الهيئة نبيل بافون عن نسبة الإقبال خاصة في الخارج التي تساوي 12.13% هي نسبة الإقبال العامة في الخارج طبعا لم يتحدث عن نسبة الإقبال هنا في الداخل وهو ما سنتعرف عليه ربما مع ضيفتنا حسناء بن سليمان أهلا وسهلا بك مرحبا أسلام أصبح النور طبعا دائما الأمل لا يتجدد أن يكون عدد الناخبين في هذه الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية أكثر مما شهدناه في دورات السابقة خاصة الدورة الأولى والتشريعية أيضا فعلا هو اليوم 13 أكتوبر الموعد هام جدا بالنسبة للانتخابات الرئاسية وبالنسبة للتونسيين لأنه اليوم يختاروا ما بين اثنين فقط هي الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية ما فماش إشكالات في التعرف على المترشحين زوز مترشحين معروفين بالنسبة للتونسيين فالإقبال على التصويت وعلى الاختيار من المفروض وأنه يكون أكثر من المحطات السابقة حتى ربما الإعلان على النتائج النهائية مرتقب الأولية طبعا مرتقب بين يوم أمس يوم الغد ويوم الثلاثة على اعتباره أنا عملية الاحتساب ستكون أسهل ربما مقارنة بالتشريعية نعم حتى أسهل مقارنة بالدورة الأولى يعني عن نزوز مترشحين فقط الفرز يبدأ مباشرة بعد ما تتسكر معناها المكاتب منتع الاقتراع على الساعة السادسة مساء داخل تونس انتلاقا من الوقت هذا يبدأ الفرز والتجميع ونجمو حتى تباعنا نحن عنا كل التقنيات باش نعطيوكم التقدم منتع الفرز والنسب اللي نتحصل عليها وأول ما تحضر النتائج هذه يكون الأعلان عليها أعتقد أنه منذ الصباح الثامنة الصباحا تقريبا انتلاق فتح المركز الاقتراع انتلقت هذه العملية الانتخابية بسلاسة كما أعلن منذ قليل في الندوة الصحفية هل من تقدم للنسب هذه من خلال التقارير أو من خلال اتصالاتكم بالرؤساء الهيئات الفرعية بالنسبة لينا معناها رؤساء المراكز ورؤساء الهيئات الفرعية يكونوا في الساعة الأولى مركزين على تجاوز كل ما يمكن وأنه يعطل سير العملية تعرفوا أنه بخلاف التحذيرات منتع الهيئة عنا الملاحدين ممثلي المترشحين على ذكر الملاحدين ربما لأنه الوقت يضغط علينا الآن هناك بعض الإشاعات على المواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك على مسألة الملاحظين وسحب بعض الملاحظين إلى أي مدى هذه الخبر بين ظفرين خبر صحيح أنا ما زلت كنت لقي تتسال مثلا من جمعية عتيد التي تقول لي هذا ليس صحيح وإلي الملاحظين موجودين على عين المكان أيضا معنيها جمعية مراقبون والملاحظين موجودين على عين المكان والجمعيات الأخرى العديد من الجمعيات الأخرى ربما فم جهات معينة اللي لأسباب ترجع لها هي قررت أنه ما يكونوش الملاحدين متاحها اليوم متوجدين وأنتم ما تعرفوا أنه هذا يره ما هو شي شرط أنه يكون كل مكتب فيه ملاحظ ماذا بينا أحنا أنه كل مكتب يكون ملاحظ ولكن هذا القرار يرجع للجمعيات هي بيدها للمنظمات هي بيدها اللي بحسب الإمكانيات متاحها الإمكانيات البشرية والمادية وغيره من تنظيم راجع لها هي توزع الملاحظين متاحها على مختلف المراكز بالنسبة لنا أحنا معنا حتى إشكال بالنسبة للمسألة هذه بعد قليل في منتصف النهار ستكون الندوة الصحفية الثانية نعم نصف النهار نقول لكم نسبة الإقبال إلى حد الحادية عشرة صباحا قدش كانت قدش منتوين سمشيوا وبدأوا يصوتوا وندعيوا الناس أنهم يتبعوا الناس اللي يصوتوا ويواصلوا حتى على صفحات تواصل الاجتماع اليوم عندكم الإشارة بيش تمشيوا تصوتوا إذن طبعا العملية الانتخابية متواصلة إلى تمام السادسة مساء وبالإمكان الذهاب إلى مراكز الاقتراع للإقتراع والإدلاع بأصواتكم في هذا الدور الثاني للانتخابات الرئاسية شكرا لك حسنة بالسلم شكرا